موسيقى مساء الخير مساء محبرة تزاف حرب يا معمري نبيا من بني الشعري حسب الجنان بقايا من ثرى القبر كم مرة قمت من موت لتعبر بي كأن وطئت ارتحال الزهري بالعطري رحلت ما كنت إلا غيمة خطفت شمسا قبيل التشاح الليلي بالفجري وما رضيت من الأيام تجمعها بل شئتها لالتقاء الغيمي كالجسري ثم انصرفت عن الأزمان محبرة خطت خواتيمها سرا رؤى الحبري يا معمري الغياب المر أتعبني وكنت عمرا يماهي بالندى عمري قله القوافي اشترحنا الخمر خابية قله الكؤوس غدت ترنيمة الخمر وقله مزمارك الراعي استباح مدى ما كان ينقصه إلا غي والخصري وكنت يا معمري الشعر إجمله قل راهب الحبر ما ناد على الدير بل راح للحور يشكو نسمة خطئت فسامح الحور شكواه بلا عثري وكنت صخرا نقيا خلته زهرا بدوت بعد رقيقا رقة الصخر جمعت ما عجزت عنه الحقول معا طواضع الغصن واستعلاءة الجذر كأن وحدك تحمل نبل من ختل فيك استحال أمير الوقفة البكري أراك ديوانك المشغول من ذهب كمثل إسوارة في معصم النهر يجري وتجري وراء النهر أودية تجري جبال ويجري الفكر في السطر وما على اللغة المتعوب خاطرها إلا القيامة قام الحسن من بئري غنتك فيروزو في المقهى وكنت يدا شربت قهوتك امتدت يد البحر إليك ترجوك التقاء لليدين معا كي تشرب العين من عينيك في السر أنت الكتاب كتاب الدمع أذرفه شوقا إليك سل النبضات في الصدر سل الحروف فهذا الليل يعرفني نبكيك حتى معا نقوى على القهر وقعت لي مرة كتبا سموت بها رأيت وجهك في إشراقة السفر آيات حب ونبض القلب شال بها ورحت في نشوة هيهات من سكري ومرة كنت ضيفي السؤل عن فرح أجبت لم نأتي كي نسعى إلى أجري جئنا نقلل من حز ومن حرق لعل يوما يداوى الحزن بالصبر وكنت أمك رجليها تقبل إذ حنوت عمرا عليها شاهرا ظهري وكنت أيضا أباك الفقر علمه أن الجبين كرامات من الفخر وكنت إخوتك اختالت بهم قيم وكنت وحدك قصرا سيد القصر يا معمري هنا تمثال يؤلمني أن كله عندنا إلاك لو تدري إذ أسأل الحجر المقصوب من غصص كيف ارتضاك جمادا موجع الذكر أجيب عنه وحسب الروح أقدسه مبارك أنت نبيا من بني الشهر هكذا يمضي جزيف حرب إلى محبرته وهكذا أستعيده ابن المعمرية الجنوبية الشاعر الذي لم تتسنى لي زيارته وهو بيننا في قصره الرابد على تلة فيها فزرت القصر في 11 أيار قصدت جناحه في الطبقة الثالثة وقصره كل الحكاية استقبلني عبق منه وحين طلعني مكتبه الذي بقي كما تركه غصصته وأدمعت وقد شممت حضوره وغيابه فأحسست وأنا أكلم روحه أن كلك عندي إلا أن أو كل عندك إلا أنا مناسبة الكلام على جزيف حرب الذي غادرنا منذ عشر سنوات كتاب أصدره جاره وصديقه في سنوات عزلته العشر الأخيرة تحت عنوان جزيف حرب سامفونية فصول ميزة الكتاب إرفاق كل محطة من سيرة الراحل الكبير بشطر من قصائده أو بمقطع كأني بجزيف حرب حاضر وهو من كتب الكتاب وقد أمضى الكاتب وقتا طويلا في صومع الجزيف أحيانا ينقب ويفتش ويفلفش حتى خرج بكتابه الذي يعد الأول عنه بعد رحيله هو ضيف نقطة فاصلة ابن بلدة الحج في قضاء صيدة جارة المعمرية يحمل دكتوراه في العلوم الدينية ويشغل منصب الأمين التنفيذي لرابطة الكليات والمعاهد اللاهوتية في الشرق الأوسط له مجموعة مؤلفات أستاذ جامعي وكاهن تحت عنوان سيمفونية فصول يسر نقطة فاصلة استضافة لخوري الدكتور بخير القنبر أهلا وسهلا فيك أهلا فيك شكرا أستاذ حبيب جميل جدا ما قلته عن جزيف حرب خليته يكون حاضر بيناتنا وحاضر بكتابك أكثر يعطيك ألف حافظ شكرا الله خليه تصور لي لما قريت الكتاب يمكن فرشلك كنت شئ 3000-4000 ورقة قدامك أخذ منهم خبار وقصص لأنه هيدا سيرة مبنية على كتبه للجزيف نعم رح نبالش نحن بالحوار وما رح يصرنا نحكي عن اختصاصاتك الأخرى لأنه الحلقة مخصصة للجزيف ولكتابك أبونا قنبر عرفتوا للجزيف حكم الجيري حضرتك بصفة كونك من بلدة الحجة جارة المعمرية وربطتك بي صداء ما خصوصا من سنوات عزلة الأخيرة العشرة اللي قضاها بالطائعة وعملت هالكتاب جزيف حرب سنفونيات فصول هل أسررت له أنك في صدد إنجازي كتاب عنه وهل حاورته لتستخدم الحوار في كتاب في متن الكتاب أبدا هذا شي مصر لأنه وقتا كان بعده جزيف حرب طيب أنا ما كانت بوارد أنه أكتب عنه بوقتها وما كنت بعد بلشت الكتابة أنا بلشت الكتابة بالألفان وثلاثة عش مع أول كتاب لقالي الحبر المتعدد للأبعاد عن متران يوسف الخوري مترانسور مترانسور نعم وكانت عم بحكي عن العلاقة اللي ربطته كمان بالإمام موسى الصدر ومن بعده يعني كمان كان فيه كتاب كمان مهم جدا وقتا طلبوا مني استاذ أدمون رزق عن قريب لأولو يلي هو المتران يوسف رزق يلي كان رئيس مدرسة عين ورق للمدة خمسين سنة فجرت المسبحة وكانت كلها كتاباتي بقصة التاريخ وسير وسير شخصيات من الكنيسة المارونية بزمنا إلى أن يعني من بعد رحيل جوزاف حرب 2014 كانت دايما ترودني فكرة أنه جارة يلي بحبه كتير ويلي معروف على مستوى العالم العربي باللبنان مانه كتير معروف كامت حارب نعم لناسنا وخاصة أنه كمان يعني أغاني اللي بيرددون الكل اللي بتغنيون السيدة فاروز ما بيعرفون لأله حتى أنه اتفاجأت أنه فيه إعلاميين كانوا مفكريون للرحابنة مع احترامنا أكيد لأنتاج الرحابنة بس هيدا الشيء خلاني أقول أنه لازم أعمل شيء عن استاذ جوزاف حرب وسأبت كنا مرة بملتقة عن الشاعر الراحل كمان محمد محمد عليشان سدين نعم وكان بعده طيب يعني وكان فيه إلي كلمة بكتاباته وربطتنا هيك من وراء هذه الكلمة علاقة جميلة ما طولت كتير لأنه توفى هو شجعك هو شجعنا هو قال لي لازم تكمل تكتب شيء عن جوزاف حرب وهيك بلشت الفكرة عرفنا أني بعرفه وهيك بلشت الفكرة بال2019 وكان الموضوع أنه أعمل لقاءات مع أشخاص عرفوه بس أجت وقت الجائحة وتغيرت الظروف وإلى ما هنالك وبهذا الوقت يلي كنت بلشت عن بقرة فيه وإعيد قراءة أكيد كتابات جوزاف حرب اكتشفت أنه مش لازم شوف حدا هو كتب حاله هو كتب حاله حاله أبونا غنبر الكتاب الأنيق التباعة الصادر عن دار البنان البنان 368 صفحة هو الأول عن جوزاف بعد رحيله على ما أظن قمضيت حضرتك سنواتين عم تقلي لخمسة سنين بتأليفه بعد ما فتحت لك العيلة البيت وعملت شقيقه الستوداد وولدي شقيقه سمية ومروم خزائن وفتحت لك الخزائن التي تستند إلى كامراجيا هالكتاب سيره ذاتي مأخوضي من كتابات جوزاف حرب وخصوصا أنه كل محطة مهمة بحياته أرفقت حضرتك يا بمقطع الشعري يا بشطر شعري كيف جديد بالصير مية بالمية يعني أنت لها من اللي كنت عم بلك بهالفترة اللي عادت فيها عم بقرة جوزاف حرب من جديد شفت أنه هو حاكي عن حاله هو كاتب استحياته مت خلال دواوينه وكاتب إذا بدك كمان حاله كرونولوجيا يعني بحسب تطور أو السبعة عشر كتاب تطور الزمن نعم بحسب التطور الزمن أول شي بتسمح لي يعني أدي تحية شكر لحافظي حافظي إرث جوزاف حرب يعني ست ودات أرمالة شقيق مرحوم جاك ولسومية ومارون التوم يلي كانوا طلابي كمان بالمدرسة وبعدين هكي هلأ منرفقهم سوا منحكي معهم وهن فعلا يعني حافظين هيدا الإرث بدموع العين بدموع العين برمش العين حتى قالت سومية أنه بغياب وبغياب بيا كأنه أنطفوا عيون سلامة قلبا نعم جربت أنه اكتب جوزاف حرب انطلاءا منه وشفت أنه فعلا كتاب شيخ الغيم وكتاب الدمع فعلا بيحكي كل قصة طفولة جوزاف حرب طفولته وطفولة بيو كمان يلي أثرت كتير على مجرى حياته وعلى مجرى كمان مشروعه الشعر صحيح فكرميل هكي شفت أنه أنا لازم بهذا الكتاب الناس يكتشفوا ما كتب جوزاف حرب بها الصفحات القليلة يعني الستعشر ديوان أنا حاولت أنه كون عم بوصفهم وعم بيخد منهم المقتطفات لحتى يلي بيقرأ قصة حياته يصير عنده شغف ليروح على دواوينه يعني هون مثل كأنه عم تاخد الميزة لتوصل للطبق الأساسي فترميل هيك يعني أرادت أنه بكل مقطع بلشوا يا أما بشطر يا أما بمقطع من قصيدة من قصيدة مكسفين يعني نعم مكسفين نعم احتفلت المعمرية ب11 شعيار ونادي الفرقد الثقافي الاجتماعي براعية المطران مرون عمار احتفلت بكتابك ضمن لفة التكريم جزيف حرب ووضعت مثال نصف لقلو بالساحة المؤدلة لأصره الناس عم تسأل شو أصره أي عنده أصر الزلام معمره بعرقش بينه صح أو لا صدر له ديوانين غير مش منشورين لجزيف حرب وكتب أخرى تفكر العائلة بإصداره تعدل في كتابك في حال عرفت عنه وبتزيد علىه هذا بطبعة تانية إذا صح التعبير كمان خليني حي نادي الفرقد واشكرون على مبادرة يلي عملوها وكمان المبادرة يلي أخذها رئيس النادي وخيو الكبتن كمان الفراد يلي قاب عفوا يلي عملوا هال تمثال النصف ويلي كان كمان إزاحة ستارة عنه يوم الحفل يلي صار ب11 شهر وفعلا يعني النادي عمل شغل جبار وهلا عم بيجربوا أنه نأسسوا مكتبة تحمل اسم جوزيف حرب إكراما لقاله كون أنه هو كان يهتم بالنادي كتير صحيح كان يهتم بكتير ناس أكيد أكيد ما في شك هذا شي هذا بمثل المثل اللي بتعطي إيدك اليمين ما تعرف إيدك شمال 100% أنا أنا بقول لك أنا ما بزيد على هذا الكتاب لأنه هالكتاب جمالا بس يصدر بطل ملكي صار صار ملك الكبراء البيضاء الاشي جديد اللي تكون قدير فيه أنا برأي ساعتها من عمل شي خاص لأنه هن رح بيكونوا يعني ظهروا من بعد وفاة الشاعر وساعتها ضروري أنه يكون فيه شي محطة أساسية يمكن منكون فيها عم نذكر كل شي نحكى عن جوزيف حرب من بعض مصادر سامفونية جوزيف حرب وبالإضافة للكتبان هذا الاحتفال نعمل بجار الرهبات بالوردية بالمعمرية بس حتى نعطي الرهبات العزيزات حقهم بها استضافة طبيعا جوزيف حرب سحب من السوق ثلاثة دواوين نعم أحد هالدواوين عذار الهياكل اللي نشره لأنه وعي لاحقا أنه لازم يكون صاحب مشروع شعري كوني إنساني فكان شجرة الأكاسيا أول دواين لقلو هو بيعترف فيه سنة الستة وثمانين بهالدواين أعلن جوزيف حرب حقيقته حتى راح يصدر دواوينه بما يكمل مشروعه صح الكلام نعم صح هذا الكلام وصح أنه جوزيف حرب في عنده أربع دواوين هن كل دواين منهم هن أسطورة قائمة بذاتها وقتا بنا نحكي عن الأسطورة منشوف بأن الأسطورة هي عادة بتكون نتاج جماعة معينة وهي مرتبطة بالآلهة وبأنصاف الآلهة وبتكون هي إنتاج جماعة وبتكون بالشعر ومغنات فيه عندنا كتير أسطير من بيانات وانجل جامش وغيره من العهد العهود القديمة وإلمان جوزيف حرب كتب أسطير لعالمنا ومن تأليفه ومن تأليفه الشخصة بس باسم الجماعة طبعا وكتب أسطير عن الإنسان وليس عن الآلهة أسطير جوزيف حرب عن الإنسان انطلقت من معاناة بيه وجده كون أنه اتنين ونسوا كانوا مناضلين وكان دركي نعم بس كان في عنده نضال نضال مهم جدا يعني الأساس يلي خلى جوزيف حرب يحكي عن النضال وخاصة في عنده مقطع شهير بشجرة الأكاسيا قم وناضل هو ما جرى مع بيه من ظلم من رؤسيه عليه صح فبنطلق من هيد الخبرية لحتى نبدأ نحكي عن مشروع الشارع وقتا كان بيه رئيس مغفر بمنطقة جبال صار فيه جريمة قتل وبوقتا رؤسائه قالوله لهال رئيس المغفر الله يرحم مارون حرب قالوله بدك تلاقي لنا القاتل وهو من هالضايعة إذا ما لقيته وما سلمو كيه بتقتلهم للناس للجيج اللي عندن بأول مرحلة إذا ما سلمو بتقتلهم للخواريف إذا ما سلمو بتقتلهم للبقر وإلى ما هون هيدا الأمر رفضوا رئيس المغفر الشهم مارون حرب بايولاجوزيف وكرميل هكي سجن لأنه رفض انه يطيع رؤسائه كون انه لو كان بده يطيع رؤسائه وكان بده يظلم الناس بيعمل مجاعة نعم فكرميل هكي سجن وهون بلش جوزيف حرب يفكر أكتر وبلش الفكر الماركسي إذا بدك يطغى عليه من دوم ما ينتمي لأي حزب من دوم ما ينتمي لأي حزب لأنه بيقول بمحل المحلات الحزب بلسانه طويل صح أما الشاعر عنده الجناح الطويل فالسبب هو لم ينتمي إلى حزب إنما كان عنده الفكر الماركسي النزع الماركسي فإذا هذا كان أساس وكان فيه كمان حدث صار مع جده بيولة مارون حرب اللي هو كمان كان مناضل وكان مناضل ويجمع الناس لا يناضله ضد ساكن أحد القصور واللي خلى أنه بوقت من الأوقات يعني لقوا قتيل على جنب هذا القصر فأصلا هالظلم هيدا اللي عايشه جوزيف حرب جرب أنه يكون من خلاله عم بيبني مشروعه الشعري اللي هو مرتكز على الإنسان أكيد مرتكز على الإنسان وعلى الإنسان المناضل وعلى الإنسان المكافح ضد كل أنواع الطغيان حكيت عن أربع حضرتك عن أربع دوين بشكل ملاحم نعم لهن شجرة شجرة الأكاسيا مملكة الخبز والبرد وفي عنا السيدة البيضاء بشهودها الوحلية وفي عنا الرابع هلأ بذكر لك ماشي لعله جزاف حرب وفر على البيحسين كتير نعم بأنه كتب قصة حياته دوين شاخ العيم لغايم وعكازه الريح حضرتك عم تقول 16 دوين لأنه شاخ لغايم وعكازه الريح عنوين لديوانين يعني أنا العقل 17 نحن متوافقين على الموضوع المتضمن هالكتاب دوينين قميص الوزال وقبعة العصفير وكتاب الدم نعم واستنت حضرتك لهالدوينين لتحرير كتابك فيما يتعلق بسيرته فضلا عن أحاديث صحفية ومقابلات والتلفزيونية ومقابلات الخدمة عنه كيف تلخص هالحياة اللي ما عمرت كثير يعني 70 سنة إذا كنت تلخصها أنا بصراحة لخصتها من خلال عنوان الكتاب ليش سنفونية فصول قلت جوزيف حرب سنفونية فصول لأنه اعتبرت أنه جوزيف حرب عيش سنة حياته هي سنة بدك تقلي بدك تقلي سنة شمسية أنا بقول هي سنة كونية دهرية دهرية كيف بدك تروح معي مشوار إذا بدي خبرك كيف رح أخذك معي على القرن السابع عشر لعند زميل لألي لأنه كان قصيس يعني كان كاهن يلي هو أنتونيو فيفالدي الموسيقار الشهير من فن الباروك برافو عامل لكاتر سيزون الكاتر سيزون يلي هي هالكونشيرتو للكمان معمولة من أربع من أربع حركات نغمية هي بتحكي كل شيء عن الطبيعة يعني تخيل معي صوت صوت يعني سكة الفلاحة مع التراب صوت العصافير صوت المي على الحسباء صوت كل شيء ما فيه أصوات ممكن تشوفهم بالطبيعة عبر الفصول جرب أنه أنتونيو فيفالدي يعملون بهذه السيمفونية نعم وقتا كنت عم بكتب كتابة عن جوزيف حرب حسيت قداش فيه طبيعة حسيت قداش فيه طبيعة وقداش فيه فصول وهي حياته كلها سوا يلي هي سنة مقلفة من أربع فصول مثل السيمفونية يلي مقلفة عادة من أربع حركات نغمية فكرميل هايكي كان هيدا الكتاب جوزيف حرب سيمفونية فصول بعنية بكل معنى الكلمة فصول أربعة بتشكل حياته كلها سوا حلو كتير الصمت هالكتاب حضرتك بعرض كرونولوجي نعم لكتب جوزيف حرب السبع تاش نعم بس بسيئة الحلقة رح أعتمد أنا موقفه من ضمن مشروع الشعري أول شي وفاء جوزيف حرب لبيو اللي كان قاس عليه وعلى أخوته تيتعلمه وخصه بكتاب الدمع ووفاءه لأمه بكفين يا أصيدي ججرين أمه وغيره خير تعبير عن هالشي هل يعني لك بناء قصر في المعمرية هو اللي عمره إنه كان تعويل عن حال فقر عاشب طفولته فبقي نبيلا متواضعا من دون أن يكون سلوكه سلوكه حديث نعمة هايك عم شناك عمر الأصر نعم نحن بركي منشوف صورته كمان ما في شك إنه جوزيف حرب من هو وصغير بالفقر يلي عاشه هيدا هيدا الأصر نعم بالفقر يلي عاشه هو وبالفقر يلي عاشه أهله كان نبيل وإذا منرجع نقرأ يعني طفولته خاصة أمه أساسا أجت من عائلة غنية نعم بيه كان من عائلة فقيرة بس أمه كانت هالقد تحب بيه حتى أنه أسسوا هالحياة سوا وعاشوا المعاناة وبيخبر من بين الأشياء قديش فيه كان يعني هالفقر هيدا قديش ظهر من خلال هالمحبي اللي عاشوها الأم والبي حتى يقول أنه كانت أمه أو تعلمه أنه يتركوا دايما لقم والصح صحيح لحد مئة من مئة للأشخاص يلي ممكن يكونوا بعدهم جعانين كلمة هكي هالنبل بالفقر ووقت جوزيف صار معه مصاري انطلاقا من شغله طبعا 25 مسلسل للدول العربية جبوله كله نسوا هود أموال يلي عمله ساروتو وهيدا كله مذكور بالكتاب اجع على المعمرية لحتى عمر أسره بس عمر أسره بنبل وعمر أسره كمان مش من أجله عمر أسره من أجل الآخرين ونأجل عائلته ونأجل عائلته مية بالمية وما تجوز كمان يعني كان فيه ظاهرة أنا كوني قريب بعرفها كان كل ليلة عشية جوزيف حرب يجمع كل الشباب والختيارية بيدارته إن كان بالصيف بره بالجنينات أو بالشتي بالسالونات لحتى يقعدوا سوا يسمعون يخبروا قصص عن الماضي أو شو اللي عم بيصير مشاكل كان هو رافض لمضمون بعض أصايده نعم ومش بس هيك جوزيف حرب تحول إلى مرجع مرجع على جميع الأصايدة حتى أنه بأيام الحرب الأهلية هو كان مرجع من أجل فك أسر كتير من الأشخاص صحيح عدل اللي كان يساعدهم نعم فنعم سارويد جوزيف حرب اللي عملها بعرق جبينه ما كانت لألو إنما كانت للكل نحنكمل ولكن بعد فاصلة إعلانية بير مخايل قنبر عن جوزيف حرب سامفونية الفصول فاصلة منتابع حلقة نقطة فاصلة مع الأب مخايل قنبر عن الراحل جوزيف حرب وكتابه اللي عمله عنه سامفونية الفصول ومرتكس فيه على أشعاره تكتب سيرته صحيح كنا عم نحكي قبل شوي وفنسينا أحد الكتب الملحمية اللي عملها قلنا نحن شجرة الأكاسيا مملكة الخبز والورد السيدة البيضاء في شهواتي الكحلية والمحمرة هلأ نحن نوصل له بشجرة الأكاسيا أبونا هو كتاب الرؤية القومية العربية اللي كان يؤمن فيها جوزيف حرب بأسطورة من خياله الواسع وصوره الغنية بما فيها من دلالات ورموس بس هل وسع البكار بكار انتمائه على حساب انتمائه اللبناني هذا واحد علما أنه أسر اللي مرة أنه أعد للنشر ديوانين عن لبنان اللي كان حاضر بهمه اليومي هلأ عم نحكي نحن أنه عنده ديوانين بس هوا يمكن مش من بيناتهم ما بعرف وين الناس هون هذا الله يرحمه يا جوزيف ايه الله يرحمه ما في شك أنه جوزيف حرب يعني إذا بتنبش بعمق جوزيف حرب كان مجبول من صخر لبنان ومن أرز لبنان ومن تراب لبنان القصة يلي صارت مع جوزيف حرب أنه بفترة الحرب الأهلية بلبنان كان في عنا طيارين فكريين كان في عنا الطيار اليمني إذا بدنا يميني يلي إذا بدنا نقول يلي كان يعني عم بيقول عم بيسوق فكرة أنه لبنان هو الآتي من البحار وكان في عنا الطيار اليسار يلي بيقول أنه رمل الصحراء هي أقرب الفكرة هي أنه جوزيف حرب كان عم بيقول لبنان هو أولا وليس في نيقيا أنا حاولت أنا عم بكتب هالكتاب أنه أرجع لهالفكرة هاي دي أنه لبنان هو قبل في نيقيا بمعنى أنه إذا منيخد إذا منيخد إذا منيخد بالتاريخ يعني وبدراسات تاريخية بيتبين لنا أنه في أحد الكبار يعني اللي ذكر ما أورده هو أرنولد تونبي بمحاضرة ألقاها سنة 1959 بيقول يبدو أن اسم لبنان سابق لإسم كنعان أو في نيقيا بألاف السنين وهذا ما يؤكده سانخوني أتن المؤرخ في نيق البيروتي الذي عاش في القرن الرابع عشر قبل المسيح والذي يقول أن لبنان كان بطلا عظيما أطلق اسمه على الجبال التي كان حاكما عليها ما يعني أن في نيقيا هي لبنانية وليس العكس وأن في نيقيا هي مرحلة مشرقة من تاريخ لبنان صحيح وأنا إذا اليوم كمان بدي أرجع يعني أنا بعلم بالأثار كمان باسم الأثار وبعرف أنه من أطلق على اللبنانيين اسم الفينقيين كانوا الغريق وقتا كانوا يشوفون جايين بالبحر بأشريعتهم الأرجوانية كانوا يقولوا إجا الفينيك يعني اللون أرجواني وأحمر فأزا من هذا الإطار جوزيف حرب كان مع هذا الطرح أنه لبنان هو أسبق من فينيقيا هو مع القضايا العربية من حكم طبعا تأييده للقضية الفلسطينية نعم مئة بالمئة وأكيد يعني هون لا يخف على أحد وهذا مذكور أنه جوزيف حرب كان شاعرا مقاوما طبعا وبذكر بثير منيح بالألفين وستة أول ضربة صارت بالجنوب اللبناني ضربة إسرائيلية كانت بين ضيعة الحج وضيعة المعمرية بدك تسألني ليش لأنه قطعوا الطريق الوقت من هونيكي من بعد ما أصفوا جسر الزهراني لأنه المعبر الوحيد يلي بيخلي الناس يكملوا على بيروت هي أنه تمروا بهذه الضيعة طايا من عنا فكانت أول داربة بـ 12 تموز 2006 بهذا وهو بـ هونيكي وكتب بوقتها أربعين قصيدة صحيح عن المقاومة ومن أجمل القصائد اللي كتبها بوقتها قصيدة جبيني وبيخبر فيها عن صراعه بين جبينه وبين جسده جسده يلي بيحط حجب السيارة وفل ع بيروت وجبينه يلي عم بيقله كيف بدك تترك أرضها كيف بدك تترك هالنيز كيف بدك تترك وبق وانتصر جبينه على جسده صحيح حلو كتير موقف جزاف حرب من الإنسان جسده بمملكة الخبز والورد نعم لأهديه لفيروس نعم ودعا فيه لأن تحكم روح الشعرية الناس لأنه البشرية تعيش مأزق كبير فلسفي وعلمي وفني هل توافق محي الدين صبحي اللي قال بيجزاف حرب بعد هذا الديوان أنه قال فيه إنه أشعر الإنس والجن هالقد كان مبيني شعريته بهالديوان نعم هو أشعر الإنس والجن أكيد لأنه الشعر هو مش بس إنه تعمل قوافي وتكتب أوزين نعم وتكتب أوزين الشعر هو إنه تكتب فكر والشعر هو إنه تجسد الفلسفة بكلمات والشعر هو إنه تخلي اللهود والفقه والفلسفة يتجسدوا بحروف قادر إنه تكون عم بتطوعها لحتى هالكلمات هايدي تقدر توصل للبشر فهيدي اللي عمله جوزاف حرب كرميل هيكي أنا إذا بدي أقول بعض الأمور نعم عن الإنس والجن بشوف أنه جوزاف حرب كان هاجسه سعادة الإنسان وأراد أنه يحقق هالسعادة من خلال اليراع والدوات والريشة والورق فاستعار من لون نوار حبر دواته وأغضق على حروف قصائده ألوان السعادة هون بيقول أحد اللي استشهدت فيهم غير محمد الدين صبحي داغر بالألفين عبر عشر بيقول يحق لجميع الشعراء وفي كل عصر أن يحلموا للإنسان بفردوس ما لأن الشعراء ليسوا بمتفرجين على أزمينتهم أو عصورهم إنما هم فاعلين وبمملكة الخبز والخمر بيقول جوزاف حرب هون هو راح أرى مما قاله بيقول ودخلت سجنا واسعا يدعونه الوطن الجميل ولن أكذب كنت أحيانا سعيدا كان لمرأة وأولاد وقد جمعت بعض المال واستأجرت بيتا كنت أمشي ساعة عند الصباح إلى الوظيفة لا صباط آخر كان عندي بدلتي حتت ولكن لم تزل زرقاء غامقة وصالحة لعام بل لأكثر لن أكذب كنت أحيانا أفكر في قميص غير هذا أحمر يبدو جميلا ولم يكن هذا مهما عند أني لم أرى مرأتي بثوب غير هذا الثوب منذ دخول أولادي عمدرسة بن رشد كانت الأقصاط والكتب الجديدة والدفاتر والمراويل التي أخفت سيابهم القديمة بالإضافة للإيجار وما سندفع كل شهر قصة براد وما سنصد للدكان من دين علينا كل هذا كان يمنعني من التوفير حتى يشتري الأولاد وفستانا لها بخيتام مملكة الورد بيحكي هذه القصة وهذه القصة بتجسد بالنتيجة هالأسطورة تبعولها الإنسان العادي وليس الإنسان ذكرتني هذه القصة بغنية كتبها لحنوية زياد رحباني بتغنية هدى بآخر الشارع من بيع الكازو من عبد الدكانجي بتعرف هالعيلة دايش هم همومي وش همك طويل هلأ هم مرة معي بحلقة هم بال2019 بال2019 عفوا سألته عن قصة السعادة قال لي ما جينا على الأرض تنفرح جينا نقلل حزن يمكن هذا هو السبب اللي دفعوا إلى الكتابة بهذا الشكل عن هذا منكمل والد جزاف حرب الدركة مرون حرب اللي حكينا عنه كان مؤمن كتير نعم ما بتفارق المسبحة إيده للصلاة وصاحب مواقف رجلية مثل ما تفضلت وقلت وأمه لجزاف حرب القديسي سمية القديسي ماموز دابوجين نعم أيضا كان التقيي جدا نعم شو موقف جزاف حرب من الإيمان هو اللي اعترف بماركسيتو وعبر عن صورته على رجال الدين لكنه كان مؤمن أنه هالشي مبين بالمحبرة وبغير كتب نعم ما في شك أنه يعني أنا أنا وعم بقرأ جزاف اتصور لي غندي يلي عم بيقل للمسيحية خدوا مسيحيتكن وعطوني مسيحكن جزاف حرب كان هيك كان عم بيجي يقول أنا أؤمن إلى العمق بما قاله المسيح وأؤمن بالمسيح وأؤمن بالمسيح إنما كان عنده موقف من رجال الدين أو من بعض رجال الدين هو تماما مثل الجبران خليل جبران نعم هو ما كتب أكيد مثل جبران يسوع الإنسان إنما بيخبرنا عن يسوعه من خلال دواوينه ومن خلال قصائده وإذا إذا منرجع لأهم ترتيلة من رتلة كلنا سوى ومن دوب خشوع فيها هي من كلمات جزاف حرب وهي إلهي رفعته إليك يدي حاملتين الجسد قبله الكأسة تباركة فيها الدم حالو كتير هذه الجزاف حرب ما يخبر فأصلا كيف بده يكون هيدا الإنسان اللي كاتب هيدا الكلام من هو مؤمن وكانت حسب مكاتب حضرتك بالكتاب أنه كان يهتم بشفيعه ماريوسيف مية بالمية ويزور الكنائس كله ويزور يحضر تفوني يشارك تفوني بالمعمرية والمعمرية والحاجة كان يشارك فيهم كلهم سوا لأنه أول شيء كان هو يقول أنا عم بودع بعضه حالو كتير وتاني تاني أمر كان يقول أنا بدي أوقف بوجه الموت وطلع بعيونه واتحديه هو يلي أهدى أهم دي وين لأله إلى الموت اللي هو المحبرة بالمحبرة لفتني أنك أغفلت عن قصد أو عن اعتبرته شي عادي الإشارة لقصيدة قضاء نعم والمحبرة هو أضخم ضواوين العرب نعم أهدى مثل ما أنا للموت تفحوا الأصيدة ما فعله قضاة الكنيسة يعني كعنتها كيروسا نعم بيخطب الأصيدة بالقول دق المسيح الباب مرة على القضاة ما إن عرفوه لم يفتحوه أيتها الكنيسة في خاطر حلم قديم فليحكم القضاة أن أكون في الجحيم هناك أستريح مع المسيح كفر هذا أم بسوبر إيمان رح أقل لك رح أقل لك تحليل نعم وأنت حكم إذا كفر ولا سوبر إيمان نعم أنا بعنى بعرف أنهم إيمانهم كتر بس أنه عم نسأل عند البعض إجا هالحديث أو هالشطر من القصيدة على أثر الحديث عن الكنيسة يلي لم تدخل المسيح إلى البيوت بل قضاة وهيدا واقع مرت فيه القنيسة عبر العصور ما فينا ننكر هيدا الشيء ولما تزل في بعض الأماكن والأزمنة كما أنه جاء إسر الكلام الخطير عن القضاة بالكنيسة يلي امتنعوا عن فتح الباب للمسيح نفسه إذا إجا المسيح بهيدا الأصيدي بأولا عم يقول إجا المسيح بده يدق الباب عم يدق الباب بس شافوه ما فتحوله وهي محل يمكن هي تمهيد لأدب المحل قبل والمسيح أتى من أجل الخطأ من أجل ذلك أردف جوزيف حرب أيتها الكنيسة هو اللي تفضلت فيه حضرتك وكأن فيه هو آدم اللي ناطر بالجحيم نزول المسيح ريرجع يطلعوا من جديد هذه الصورة الليتورجية اللي موجودة بالكنيسة عطيت أبعد كتير الليهوت أنا إذا بدك جوزيف حرب في كتير من الليهوت بشعره في كتير من الليهوت بشعره رح نروح أبعد لو كان جوزيف حرب غير مؤمن لكن ما كان مثل ما قلت لك كتب إلهي رفعت إليك يديك وبهيذا بيقول كمان إلهي هذا جسدك هذا دمك الطاهر فاغسل فاغسل يا ربي خطايا العالم والتحيا بروحك أنفسنا هو أكيد كان يعتبر حيلو كمان خاطئ وناطر من المسيح أنه يكون عم يغفر له فإذا نزول المسيح إلى الجحيم هون بطل بطل كفر إنما سوبر إيمان هو اللي كاتب كمان اللي ما بيعرف روح زورهم ببيتهم أكيد أخيني فيروز للميلاد ترتين الميلاد ما في شك أبونا قنبر موقف جوزيف حرب من مرأة عبر عنه بأشعار الأغاني اللي قدتها سيد فيروز بدوان المرأة البيضاء في شحواتها البحلية هون تالت أو رابع ملحمة والخصر والمزمار كان يأدس المرأة وهي عنده المرأة الحالة حالة لمتناهية لكنه بقي أعزب وحين قرر الزواج بداية الحرب واختار مسكنا في دبي أخطأ في حق مرأة لم يتزوجها واعترف بذنبه هل تظن أن تلك المرأة بقيت ساكنة محبرته ما في شك أنه ما كانت المرأة بس اللي مخترعها هو عم يكتب له كان في المرأة اللي حبها أكيد وكان في المرأة يعني نساء شايفهم جوزيف حرب بحياته اليومية كرمل هيك مثلا في قصيدة من الأجمل بيحكي فيها عن مرأة كانت عم بتغسل تياب باللكن باللكن وبيوصفها بشكل رائع جدا فأزا لأ كان في المرأة اللي حبها صحيح بس كان في عنده هو مشروع أو وهم المرأة كرمل هيكي جوزيف حرب بيحكي عن أنه أول ما نفكر بالكون كانت المرأة وليس الرجل وبيخبر هذا الشيء من خلال هيكي خبرية أنه بوقتي اللي كان الإنسان بفترة القطاف والصياد وإلى ما هنالك قبل التاريخ كانت المرأة هي اللي تحمل بالأولاد وهي ما فيها تروح لا على القطاف ولا على الصيد فإذا كانت هي بتبقى بالكهف وبتنتظر المولود أو بدأ تهتم بالمولود وهون بلشت هي تفكر بالأسئلة الأولى بالكون كرمل هكي هي اللي بلشت تفكر وبيقول بكتير من الدووين أنه إجا بعدين الرجل وأخذ مننا للمرأة هالصفة إذا بدك أو هالحالة من خلال القوة وسيطر ساعتها هذا الرجل على المرأة وبيرجع كمان بيروح بمحل آخر بيعاتب الواو والنون كمان المذكر مضبوط إذا كان في عنا 99 مرأة ورجل واحد رح بيكون جمع المذكر هالحالة بيقول بالقيل من خلال أهم نعم فأسلا جوزيف حرب يعني قصته مع المرأة هي قصة كبيرة بيقول كمان أنه اعترف بيزنبه أنه ما تزوج عشقته وقردته الزواج لكنني فشلته وأنا المذنب بس خليني أقول لك قدام سحر المرأة كتب جوزيف حرب من أجمل ما يكون وقته بيقول كيف تحوك الشجر سهول كيف الغيمة البيضاء تغدو فوق أوراق السماء الزرق إمضاء لإسم البحر ماذا يفعل الخمار حتى يدخل المرأة في طعم النبيذ حلو كتير حلو كتير عنده بيت قصيد صغير بالقصر والمزمار نعم بقول فيها في قرانة إنما نغمد عين الميت حتى لا يرانا لا يرانا نعم كيف عنده مرارة من الإنسان نعم عم بدينه عم يجلده منيح الإنسان حتى الميت بيستحفينا بيستحفينا يعني كان حالي 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 من الفكر جوزيف حرب لا متناهم ما فيك ما فيك تقرأ جوزيف حرب إلا ما تحس بكمية من النشوة اللي أكيد إذا فهمت اللي أعطي قرأها لأنه مرات صعب صعب جوزيف حرب صعب بس إنه واضح واضح بس صعب بمحلات معينة بيخليك بيخليك يعني بيهوض اللمعات اللمعات اللي هني قصيدة منذ أربع كلمات بيجمع فيها معنى ضخم جدا بالمطولات اللي بيحكي فيها أسسها العالم وهو كان إنسان موسوعي نعم صحيح موسوعي يعني يعني قرأ كل كل شي ما في حضارات صحيح استشهد بكل شي ما في شعراء إن كان بالشرق ولا بالغرب ولا بأمريكا الجنوية ولا غيرهم ولا بالصين ولا بالهند ولا بروسية كلهم هود استشهد فيهم فهلأد جوزيف حرب خليلي معرفته الموسوعية للفصل الأخير من الحلقة بخاي القنبر عن كتابك الجميل جدا لإسمه جوزيف حرب سمفونية فصول فاصلي ومن رجاء وصلنا للمحور الأخير من حلقة نقطة فاصل مع الخوري بشال القنبر أو بخاي القنبر عن كتابه جوزيف حرب سمفونية فصول خلصنا المرحلة الأولى والمحور السابق بالكلام على موسوعية جوزيف حرب بالمعرفة إضافة لموسوعيته بالمعرفة كان موسوعي حتى باللغة نعم منعشق اللغة هو ما أتعلم بها المدارس كبيرة أنا أتعلم لبعدين بس أنه هاللغة بقى لأساس منهن كان بالمدرسة يمكن هو صغير هو بيخبر كيف بلش عشقه للغة هو هو صغير كان بيه يتنقل من منطقة من منطقة لمنطقة هو ولد بنقورة تربى بسور رجع نتقل على منطقة جبال ترزية وبعدين كان بيروت وبعدين رجع للمهد الأنطوني نعم بيخبر أنه أتكام بمنطقة جبال كان فيه مدرسة للرهبات بجبال رهبات القلبين الأقدسين وكان بيه أصدقاء الرهبات وحت بيه اخته بالمدرسة الداخلية هلأ هو ما كان فيه حطه لأنه ما كان تضيف صبيان بس كون العلاقة تربطون بلو هو وقعدوا هو واخته بغرفة راهبة وكان بيفصل بيناتهم ستار كانت صار تعجوز بآخر عمرة وبيفصل بيناتهم ستار وهون بيخبر أساسا كتير أشياء بديوان شيخ غايم وعكاز الريح عن هالعلاقة يلي ربطته بهالراهبة وكان يشوف فيه صورة أمه يلي كان فأدى هو بالمدرسة الداخلية تتحنى عليه كانت تتحنى عليه بهذا الجو كان فيه قراءات الصباح والمساء وإلى ما هنالك بالكنيسة فهو الصبي الوحيد فكان الخوري يسلمه إنه هو يحضر الرسالة والقراءات وإلى ما هنالك ويقراهن وهيك بلش يتعرف على اللغة عشق للغة وبس كبر شوي كان فيه مجلة شربل يلي كانت تصدر كمان وكانت توصل على البيت لعند بيو يلي هو بحكم وظيفته كرئيس مغفر بمنطقة جبال كان يقرأ هالمجلة كلها سوا من أولة لأخرة وخليني استطرد معلاش هون بأنه عم نحكي عن مجلة شربل بيخبر وأنا ذاكر هذا الشيء بالكتاب كمان إنه هو كان أول ولد شاف مار شربل شاف مار شربل جثمان مار شربل وقت اللي كشفوا عليه لأول مرة بعناية وقته كان عم يرشح دم ومي فكمان هذا الفرانتاز مهم كتير طبعا وهذا شيء أثر فيه وطبعه كمان فإذا عشق للغة هون بلش واستمر أكيد وقته كان بالمعهد الأنطوني عم يتعلم وبلش هونيكي يتلاقى بهالشخصيات الكبار يلي شجعوا على أنه يكتب وأتشافوا عنده أسلوب جميل وهذا الشيء اللي وديه على الإزاعة اللبنانية وعمل برنامجي مع الغروب مع الغروب مع الصباح مع الصباح يلي كانت مناهدة دجاني وهو يلي كان أدموا بصوته مع الغروب يلي كمان طبعك أنت حسب ما خبرتني فيك تخبرنا هلأ فيك تخبرنا شو اللي بعد وباقي معك وباقي حكي وقته بماع الغروب كان يعرضو الساعة خمسة إلى ربا قبل موجل الأخبار الساعة خمسة أصيدي ما رأيتك ببالي قال أذكر يا طفولة الملاعب القديمة الشجر وطفلة نائمة على يد الحجر أذكر يا طفولتي وتمطر الذكر وتمطر في خواطري كأن المطر أنه كان في بركة ماء أذكر أني زرتها لأشفى القمر أنا بي شيء عملت أنه هجنة شو هالصورة الحلوية وعرفت لبي عليه وتعرفنا عليه من وقتنا متابعينه يعني الله رحم بي استألك كمي يأثر فيك شغلة من هالنوع جوزيف حرب ما كان موقفه عموما من كتابه هو الغزير للإنتاج ومنح الشعراء وقد خصص لهذه الموضوعات قصائد كثيرة ولربما اختصر هالموقف هذا من هالإشياء بعنوان ديوانيه دوات المسك وقلم واحد في ثلاث أصابع علم أنه هذا كان قصيد بديوان قبل استعملوا عنوان لديوان شديد شو هالموقف كيف بتشوفه كان آسي شوي على منتحلي صفة الأدباء اي حتى أنه كان آسي على الشعراء كان يقول أنه مرات كتير كانوا يقعدوا تحت الشباك عنده لحتى يلقطوا الشي اللي هو ذاته من الشباك جوزيف حرب كان صياد ماهر كان ينصب في خاخ للكلمات يجيبها يدجنا لحتى تصير طيعة بين إيدي وبعدين يستعملها إن كان لا يوصل فكره الغزير وإن كان لا يوصف حالة الإنسان يلي كان حامل قضيته كرميل هيك جوزيف حرب يعني كتب برموش عيونه يلي نسيها النوم أنا قلت بكتابة كمان لأنه فعلا كان وقتا كان يكتب أكيد المرأة وقتا كان هيدا بأغاني يعني قصائد أغاني وكتب كمان هيدا الشي بدواوينه كل سوا جوزيف لا تشوف قديش يعني أثرت فيه مدرسة الشعر هون كان صوماته ها مكتبه هون عشر سنين تقريبا دفرت صحبنا وما كان عنده شيء إلا يكتب إلا يكتب أبدا كان يقول ما زلت صغيرا مدرستي محبرة أخرجوا للفرصة ألعبوا بالأوزان فإن قرعت راهبة الرؤية جرس الحبر أدخلوا صف الشعر صحيح فإذا هيدا من قلم واحد في ثلاثة سابع كمان انسحبت هالشقاوة إذا بدك الطفولية بمدرسة الشعر على لصوصيته الظريفي اللي كنت بلاشت أحكي عنها وأتا بيقول أجمل ما في الشاعر اللص الساحر صارقوا ما يوجده في رؤية الآتي في الماضي في الماضي حالو كتير حالو كتير عسيرة أنه كان صياد وكان يرمي في خاخ هكا قلت نعم ما عليش مرة لفتني شغلي بأحد دواوينه أصيدة حيرني وزنه نعم اكتشفت فيما بعد أنه مكتوبة تفعيلة على البحر المنسرح مستفع لهم مفهولات ومفتعلهم هاي ما حدا نعم هلا كتبت ونشرت وقد قل لي على الطريق بقل لي هلا عمل لي بسبب مهضومة إيه أنت في مثلك بهالموضوع تقول ليه خايشوفي قال لي ما أنا عملها قصد فخ إيه اللي هول عم ينتقلون ها اللي بيعتبروا حاله أنه ما حدا اشتلق هل فخاخ لعبة حلوة عنده جميل باللصوصية الظريفة اللي هم تتفضل فيها أبونا في محطة أساسية بمسار الشعري هو دوينه الأول بالمحكية الليبنية مقص الحبل نعم ومن ثم دوينه ثلاثة اللي ثلاث بهاللغة هاي سنونه تحت شمسية بنفسج طالع عبالي فل وزرتك أصب في اللايت ناوي هل أحدثت قصيدة جوزاف حرب المحكية فتحا في الشعر المحكي وأن كنت مش اختصاصي حضرتك بهال دومان بما أني مش اختصاصي رح أرجع لجوزاف خليه هو يحكي حلو أنا أساسا هذه حشتك حلوة كي سأله أنا بكتير محلات بالكتابة رجعت الحديث لأله لأنه بكتابة صحيحة اعتمدت على قصائده ودواوينه إنما كمان المقابلات الكتار اللي عملت معه على مستوى العالم العربي لأنه ما كتير بيظهر بلبنان كان ليل كان ويهم شعر جوزاف بيقول بيوم للايام بي يعني سألوه بس قبل ما أقول شو سألوه رح أقول أنا شو كتبت عن الفرق بين المحكية وال والفصحة بقول من يقرأ جوزاف حرب يكتشف طعم عنب اللغة التي عصر حرب حروفها وقطرها وعطقها بليل المحبرة فخرجت من خواب دواته صهباء بالفصحة وانبيد بالمحكية على فكرة صلوبك اللي عم بتقارب فيه الكتاب حوالت تشبهه وإنه حلو أنا وقت كنت عم بكتب جوزاف حرب كنت مشبع منه حلو كتير طبعك نعم فضل بيقول عن هو بيقول عن المحكية بيقول أن للمحكية قدرة على استيعاب التطور الجمالي للفصحة ربما لأن المحكية لديها قدرة استيعاب اليومي اللسان أقرب إلى الروح من اليد والمحكية تنطلق من الفم وإذا تدخلت اليد في قيمتها تحولت من حالة محكية إلى حالة كتابية خصوصية المحكية أن أحدا لا يستطيع تقعيدها يعني يعمل لها قواعد صحيح أي إيجاد قواعد لها بينما الفصحة لها قواعد في الصرف النحو فأذن هو كان مبدع مبدع فعلا بالمحكية يعني وقتها بتقرأ لجوزيف حرب بالمحكية بتشوف فعلا شي مذهل رح سمعك كم شاغلة منهم قص الحبر بيقول لما بيطلع خطف بيت الشعر مثل سيف الفارس بلحظة مشق بحس أني يا حبر غيمة وطلع معها على طراف البحر لمعة بارق لمعة بارق صحيح بمحل آخر كمان وقتا بيحكي عن رسالة الشاعر الحقيقية بيقول يا بيوت يلي معلقة بالريح وحجرك حبر ومعمرة تيعيش فيك الشعر وحيو طفل غزارته مراجيح ومنايو بيشرب رأس خصر الشيح يا ريت فيي ضل كل العمر قاعد عبابك ضيف مفاتيح صحيح هلو كتير بتعتبرو عمل فتح بالعصيد المحكية أكيد 100% متابع شي غير وشو عراء محكية قبلو متابع أكيد بس جوزيف عنده خصوصية عنده نكهة نكهة مختلفة يعني يلي بيقرض دوبين جوزيف حرب بيكتشف يلي عم بقوله بهالميزة برجع بقلك يلي فيها فيها وكأنه هالإنسان ماسك هالريشة بيغطى بجلة نار من هون وبساق بساق ماي من هونيك وبيجمع بيجمع كل هالعناصر يلي يلي طبعته طبعته من هو صغير يلي هي البيئة يلي عايش فيها وتنوع الأماكن يلي ارتحها لجوزيف حرب قصرا بحكم وظيفة بيو خلتو أنه يجمع من كل المناطق والمطارح إشياء يجمعها ويعمل هالسلطة إذا بدنا اللي هي فيها البحر والنهر الزبد يحب الغيم والغيم كان يقرع البحر بس صار يحبه بس عارف أنه البحر هو اللي بيطلع الغيم صار يحبه هو أول ما نجل على أول ما قاعد بالدير بيجباية خاف من البحر مزبوط كان يخاف من البحر لأنه ما كان عارف شو هو بس اكتشف أنه البحر هو اللي بيعمل الغيم اللي كان يحبه صار يحبه طيب وعنده شغلة قصة طريفة لما نزل على بيروت فات على السينما جميل جدا وكان بعده فراخ وراح على السينما وكان بعد السينما يعني بأولة بلبنان بيقول أنه فات هو أصدقاء وعم بيحضروا فيلم كوبوي بيظهر وكان البطل على الحصان عم تبعوله وعم بيأوس ففكر أنه رح تجي رصاصة فيه وهيدا وهيدا الشعور إذا بدك هو اللي خلاه يحشق السينما وتكون كمان له مدرسة لأنه نحن بنعرف قديش هالفن السابع هو كمان من الفنون الجميلة وهو مدرسة بتعلمنا كتير إشياء بتصور ساعد وكمان أنه يكتب السيناريوات كمان يكتب 25 سيناريو لمسلسلات مهمة من أهم أرماد وملاح ورق زمن المر قالت قريش وغيرهم أكيد كنت سألتك قبل شوى بحكينا عن أولو لإلي ما جينا عديني نفرح الحزر نعم السؤال كان في إشي كتير هو لما سألته عن طالع عبيلي قال لي في إشي كتير حابب في المناء نعم سؤالي هل جوزيف حرب كان كتابه أنا اسمح لي هلأ جاوبك أنت لأن منك آه حلو كتير وين هيدا من الحلقة نعم يلي استضفت فيها جوزيف حرب في 2008 21 كانون الثاني في 2009 سألته بوقتها هل أنت كتابك شو جاوب بوقتها كمان رح أحيي لكم على ما جاوبه بيقول أنا بقول أنه أجاب بنبرته الهادية الرزينة وباللهجة المحكية وقال نعم نقحت حالي وكنت البديل الشعري عن حالي وصححت بحالي كتير وكتبت حالي ومزقت حالي ورجعت وكتبت حالي من جديد حاولت حاولت إلى حد ما أنه كون نص نص مقروق بشكل أنك كأنك واقف قدام مراية عم تقرأ حالك بالنص يلي هو أنت أو يلي صرته أنت بشكل إلى حد ما استعملت فيه أرقى وأجمل أدوات تحويل حالك لنص يلي هو الشعري أنا بدي أسكت عندي بعض سؤال وعندي دقيقتين دواوين ورخام الماء كلك عندي إلا أنت أجمل وف الأرض أنا أبقى عليها كم قديمون غدا كانت تمهيد للرحيل كيف واجهت تلك المرحلة جزاف حارب أخر إيمه خصوصا أنا كانت قريب منه كان يحضر الدفونة حتى يحط عينه بعين الموت يحضر حاله للرحيل ما في شك أنه جزاف حارب كان كما قلت لك هو هو رجل فكر وفلسفة وكان يهمه كتير مصير الإنسان والأسئلة الوجودية الكبرى يلي طرحها كل الناس الفلاسفة واللهوتيين وإلى ما هونالك هي من صلب اهتماماته وحاول من خلال كتاباته أنه يجاوب عليها وأكيد هم الرحيل كان ساكن دواوينه بالفترة الأخيرة وهيدا الشيء نقدر نشوفه من خلال كتير من القصائد يلي طمنوا هالدواوين بيقول مثلا بكلك عندي إلا أنت بعد موتي بعد موتي اخفق قليلا عم بيحكي قلب نعم اخفق قليلا أكره الأجراس إلا أنت يا قلبي فاقرع وإذا ما الليل أنصف ضمني كي نتودع وتوقف وتوقف أكيد بعد هذه لأنه خلص وقت بس بس بعد بسمع منك استشهاد تاني معلش لو أخذنا ديق تاني بيقول قرب جوزيف حرب لكان قراءوا منه لأنه رسم حالاتهم وأفكارهم وفرقوا عنهم بالوقت نفسه لأنه فريد ما بيشبه غيره بيقول جالسان معا في مكان واحد لكن معناه لي غير معناه لكم جالسان معا في مكان واحد في لغة لنا واحدة لكن معانيها لدي ليست كمعانيها لديكم جالسان معا في مكان واحد في لغة لنا واحدة وصمت واحد وبقاء واحد لكن ما يحمله مني ومنكم دائما مختلف لا شيء إلا محترق فلنفترق حلقتنا خلصيت توالت الفصول وظل جزيف حرب كلك عندي إلا أنت شكرا بير مخايل قنبر وأهلا وسهلا فيك وعقبل حلقتين نحكي فيها عن شغلك الخاص برات المرحوم جزيف حرب وشكر كمان كل متابعين تفاصلة بلبنان وبعالم الانتشار لبناني وبالعالم وعوسيل التواصل الاجتماعي وشكر معوني بهالحلقة الزملاء المخرج ربيع الحلو البروديوسر سيلين خوري مهندس الصوت جوني فرانسيس ومدير المسرح إلي طومة وبشكر كمان طبعا شربي الخوري ومريان وحبي بعد خمسة أيام عغياب جزيف حرب شتت الدنيا وكان 14 شباط 2014 كتبت له رجع الشتي من بعد طول غياب وغيابك هادي بعينه حبرك الكحلي وكاتب دمعته ديوان عبوابك وملبس ولاد الطراب الرايحين بريش شتن عالمحبرة مراويل زهر بنفسجي من ريحة تيابك شميتك بحبر الشتي وعن بحسد طرابك تصبح آخر وأمل الموعد الأسبوعي الجاي انترونا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر